مولودا تحت النموس يعني ولد يسوع المسيح حبل به من الروح القدس ولد ولادة عذراوية من المطوبة مريم قدوس بار لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية لم يتأثر بالطبيعة الخطاءة طبيعة آدم الساقطة ولد تحت النموس ولاحظ يعني قاموا بكل المهام اللي لازم يقوموا فيها في اليوم الثامن اختتنا يسوع المسيح في الهيكل وبعد أربعين يوم تمت شريعة التطهير وتقديم الذبيحة وهكذا نمى يسوع ودرس النموس وهو الذي قال لم آتي لأنقد النموس بل لأكمل تعاطف مع جسم بشريتنا تعاطف معنا جرب في كل شيء ما عدا الخطيئ كان إنسان ولكن إنسان كامل بالطبيعة الإنسانية الكاملة مر بكل مراحل الإنسان وهذا ما أراد الله أن يعلن لنا لم يأتي بعملاق طوله اثنين كيلومتر وعرضه كيلومتر ليرعب الناس ليتوبوا ولكن جاء من خلال حمل الله الوديع المتواضع القلب المحبة اللامتناهية الذي بذل نفسه من أجلك ومن أجلي جاء في صورة يسوع المسيح فالمسيح هو صورة الله الغير منظور هو الأيكون يعني الطبق الأصل عندما قال أنا والآب واحد من رآني فقد رأى الآب أنا والآب كيان واحد وهذه طبعا تصريحات مهمة جدا فجاء يسوع المسيح بصورة إنسان ولد من العذراء وعاش حياة خالية من الخطية عاش لعمر تلاتين وخدم تلات سنوات في تلات سنوات المسيح أثر على كل البشرية لم يكتب كتاب ولكن كل الكتب كتبت عنه لم يكن عنده جيش ولكن القلوب كلها متسلحة بحب الرب يسوع مستعدة أن تضحي من أجله لم يقهر الرومان أو اليونان بحد السيف لم يأخذ السبايا أو الجواري لم يكثر من النساء كان طاهر قدوس لم ينظر في عين شريرة كان محب لكل البشر لم يكن عنده بيت لكن كل القلوب أصبحت بيت يسوع المسيح وهكذا ممكن أن نتكلم مجلدات كاملة عن يسوع المسيح يكفي أن نقول عبارة واحدة قالها يحنى المعمدان الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع وقال يسوع أتكلم من فوق أتكلم في السماويات نزلت من السماء واضح أنه جاء من السماء وهذا طبعا بتشوف الإشكالات اللي كان بيتحدى فيها اليهود في الإصحاح التاني ترجمة نانسي قنقر